حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن تدخل العسكرية الأمريكية في فنزويلا سيكون بمثابة كارثة وقال إنه حتى حلفاء واشنطن لا يؤيدون مثل هذا الإجراء وخلال منتدى اقتصادي عقدة في سان بوتروسبورغ يوم الخميس قال بوتين أيضا إن خبراء فنيين روسا ما زالوا في فنزويلا لتنفيذ عقود تتعلق بأسلحة روسية وهو أمر قال إنه ملزم بموجب بنود التعقد وأكد الرئيس الروسي أن موسكو لا تبني أي قواعد عسكرية خاصة في فنزويلا حليفة روسيا الوثيقة وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال يوم الأحد إن بلاده تندد بما وصفها حملة ترتبها الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس الفنزويلا نيكلاس مادورو وحث واشنطن على التراجع عن خطتها غير المسؤولة ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله يوم الثلاثاء إن بيانا صادرا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويؤكد أن روسيا سحبت معظم أفرادها من فنزويلا لا يطابق الحقيقة مضيفا أن التعاون العسكرية بين روسيا وفنزويلا مستمر